السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاحظون الدغنش أو الفينيش مع شاء الله العلاقة أقوى والصحيته صارت ممتاز صار لأربع تيام عندي طبعا أول ما جبت نظفت عيونه ومضيت خلت فاح وما خليت رأس مياه الحسن وخاف بي مرض أو شي وشفت صحيته وعافيته صارت تحسن لاحظت هشي لأن أول ما جبت جناحينه مهدلات وكلها خامل وحزين حاليا ما شاء الله الصحة ممتاز وحزبي صدق دنفش ونشنش وإن شاء الله الثاني علاقته وياي صارت كلش قوية من أجل القفص دائما يأتي حسنا وانجا يسولف وياكم حاط على إيدي ودائما يريد يجع على إيد قبل بس أريد يأكل حسنا يقام يأكل ويبقى على إيد ويعظ على صابع الميانة صارت قوية وياي الحمد لله والشكر وركزت عليه بالحشرات والبذور والفواكه الفلفل بارد همن طي والفلفل الحار حتى نظفها معاه والحمد لله صحتها ومتازة قلنا والعلاقة قوية فأخي العزيز إذا لقيت بالشارع أو بيتكم أصفور أول ما طب الأنترنت وتأخذ معلومات عنه شنون تعتني به شنون داري وإذا اشتريت طاير وشوفه ما يأكل لا تقلق ولا تهتم أهم شي لا تراقبه وأول ما يكون حزين أول ما يجيب البيت تشتريه أو الصيدة لكن من تقدم للأكل بهدو وتعتني به الحيوانات تفتهم وعدها عاقل وذكية إذا شافتك تهتم به والداري بعكس إذا جبت لك أصفور تخليم الأطفال يخبط بالقفص الطفل أو يحاول صيده يظل يكره الأطفال لكن من تعتني به وهو يريد يتقرب لك هنه من يشوفك وهو يرتاح تلاحظون أشنو العلاقة صارت ممتازة ودائما يريد يجي لي خلال أربعة أيام لأن عمره صغير وأي عصفور تجيبه صغير سنتألف إياك فبهاي الطريقة الممتازة وأحاول إن شاء الله قدر الإمكان بين فترة وفترة أن نزل مغطا لأن كلش ممتع أقدويا ساعة هواي وأطالع أنا أعشق الطيور هم بناء قوية علاقة قوية وأيضا استمتع بمنظره وتصرفاته وحركاته تلاحظون ما شاء الله حتى الحسون ظلي غار من عدة لكن الحمد لله عرائك صحيح خفيفة لكن يندمجون بالمستقل إذا ظلوا وسوية أنا أبموحد يريدي فارق الثاني وبنفس الوقت دائما نقدم الأكل بإيدي أطي ما شاء الله تبارك الرحمن حتى التمر يحبه والتين والتفاح الفلفل بارد والفلفل حار وإذا كل ما كبر يصير شكله أجمل وريشه يصير أحلى وأحلى إن شاء الله ونتابع للأخير من شفته صار علاقته قوية ويعي وما يخبط أول ما جبت رأسني يريدي يشريد من عدي من شفته أليف ودائما يجي على يدي طلعته من القفص وجره بتخليته بالبلكون والحمد لله ما يروح بعيد دائما يريد يجي له يحط على تشتفي له على يدي حتى لو شبعان يظل فترة طويلة على يدي يريد يرتاح لأن عرف هاي الإيد اعتنت به ونقذته من العاصفة لأن أول ما جبت عيونه بيها مثل تراب وتعبان نظفت عيونه أي واحد عند طير يدمعون عيونه يحاول يغلي البذور مال الحلبة ويغسل عيونه كل ما صار للتهاب أكثر تكرر هاي العملية مالغسل العيون مال الحلبة بعد ما يبرد مرتين ثلاث مرات باليوم وإن شاء الله هاي الحلبة معروفة تكافح البكتيريا وتكافح الالتهابات مال العيون وأيضا طيتها خلط تفاح مثل ما قلت لكم بالماء لأن أول ما جبتها شفت أجل لكم براز مثل السائل هسا الحمد لله الأكل صحي ونظيف ومركز الأكل حتى البراز كل شي زين وتعرف صحة الطير من الفضلات تعرف أن صحتها ممتازة وثاني شي حركته إذا حركته طبيعية بالقفص يعني صحتها ممتازة وما نافش ريشة والأكل ماله هي أكل طبيعي هاي علامات كلها الدل على أن العصفور بصحة ممتازة وجيدة وأشكر جميع المتابعين ويتابعونا خاصة أشكر هواي اللي تابعونا بصمت وهدوء وما يعلقون ولا شي هم نشكرهم كذلك ولو إحنا يسعدنا نكون نشاركون وتعلقون حتى لو تنتقدوني نفرح بانتقادكم اللي ينتقاده ويقوم ويخلينا نستمر للأفضل فشكرا للي يعلق واللي ينطينا لايك أيضا شكرا يخلي المقطع ينتشر حتى أكثر كم من الناس يستفيدون ليعشقون طيور يستفيدون من هذه المقاطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته